اتحاد الله بالجسد الله حقيقة صار انسانا وهذه هي معجزة المعجزات انا بصلي ان هذه الحقيقة نحتاج الى اعلان انه كيف لالله القادر على كل شيء في ملء الزمان يختار ان يتخذ جسد كامل بلا خطية لكن انسان كامل من اجلك ومن اجله فهل ندينه على هذا الشيء حاشا هذا الاتحاد هو من نوع خاص احبائي اي تبقى الطبيعة الالهية الهية والطبيعة البشرية بشرية لا تطغى عليها ولا بتلغيها هذا هو الصلب جوهر العقيدة العقيدة المسحية اتحاد تام وكامل بين الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية اذا كان البعض يدعي ان الله يتكلم من النار او ليس بالحري طبيعة الله اللهوتية اقوى من طبيعة النار لقد اتحدى بنا لكن لا مثل النار لا تلصق به اي انجاس ولا ارجاس ولا ادناس كما انها لا تلصق بالنار في التجسد اخذ جسد انساني كامل كما عبر ايوب من الاف السنين قائلا كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب وعلى فكرة انا بشجعكم تقرأ مزمور 139 آسف وتشوف الوصف الدقيق على خلق الله للانسان نعم الها وانسانا طبيعتان متميزتان اقنوم واحد ليكون سر خلاصنا ولكي تكون له الكفاءة ان يكون الفادي كانسان كامل كفر عن كل خطايا البشرية وكاله استطاع ان يرضي وان يوفي المطالب والعدالة الالهية حقا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة